بعد فاطرة الراحة عدنا مرة أخرى الفانكشنز يا شباب قلنا أن اللينز والكورنيا عاوزين سبيشال سيركوليشن ما فيهاش RBCs لأكاسيومر عشان ما تشوفش الدنيا بمبي فالأكاسيومر هو السيركوليشن بتاعة القرانية قدامه واللينز وراه يبقى دول الدوك وظفطين ما هي وظيفة السيركوليشن براجب يفكر لو فهم القصة تجيب الفانكشنز سبلايز أكشن ونوترينز للينز وكورنيا وريموفز أو ريدرينز الويست بروتكس الميتابولايتز طب ثلاثة واربع هم ليهمونا كلينيكيا إنه لما بقول أنا هايز ضغط العين أنا بايز ضغط الانتراوكولار بريشن يبقى هو مانتينز الانتراوكولار بريشن دي مهم وقلنا فيه وظيفة أكاديمية جميلة جدا إنه هو تجذر مع القورنيا عاملين عدسة يبقى هو أحد الأبتيكال ميديا أحد اللينزيس هو والقورنيا عاملين العدسة الأساسية اللي فاكرت كان قوتها كم؟ دورينجرس خمسة واربعين دوبتر لك ما تتغيرش يبقى it's one of the optical media of the eye يبقى تاني السؤال النظري هنا وده درة هذه الحصة هيجيلك الفونكشن والدرينج والفورميشن من تحت الفوق أو من فوق لتحت فورميشن سيركوليشن أند فونكشن نيجي بقى الجزء الأخير وده هياخد دقائق بإذن الله الـ intraocular pressure intraocular pressure ده عزين الخاطة بقى أوضح شوية هكو بس هاصل فوكسيك الميجرمنت ازاي هنقيس ضغط العين الميجر بجهاز اسمه نكبر شوية كده على قد ما نقدر اهي كبرناها اسمه tonometer وفكراته بسيطة خالص ده بستخدام حدش بيستخدام الأجهزة العطيقة دي الوقت انك انت بتحط أسقال على القرانية طبعا بعد ما تخدرها بلوكال انثاتيك عشان اي حاجة تلمس قرانية تقفل عينيك وتقعد تحط أسقال لحد ما القرانية تبقى فلات مسطحة يبقى 100% الأسقال اللي فوقيها تعادل الضغط اللي تحتها وبالتالي بقى بمسطحة فكرة جميلة بس احدش يستخدمها انها كلام بدائي خالص او طريقة اكتر بدائية بديش تلمسهد ان الدكتور الخبير كده زي ما بتمسك كرة القدم وتدوس عليها بصوابعة تشوف منفوخها قد ايه فبديش تلمسهد بصوابعة وقدر يعرف الضغط معقول ولا زيادة لكن فيه طرق طبعا مورسف سكيتل الضغط نورمال يكام ده سؤال مسكي مهم جدا لا يزيد عن 20 فوق 20 تبقى جلوكومة 10-20 ملم مامر طيب ريجليشن النقطة التالت ده سؤال برضو هزا مهم مسألة ريجليشن ممكن اي حاجة ننظمها بالفورميشن او بالدرينيج يعني لو الضغط زيب نقل الفورميشن او نزود الدرينيج ربنا بيزوئ بينظمها بس بس بالدرينيج بالاوتفلو ودي العظم وفكرة بسيطة جدا انه اكشوالي لما الضغط بيزيد تخال الضغط زايد ما بين القرانية والايرس زايد يبقى الانجل ما بينهم يحصل الضغط بيزوء القرانية القدام والايرس الورا يبقى الانجل توسع طب والكنال مشلم قناة السلام ده بتاعة السلام بتوسع فالكنال مشلم توسع الفلو فيها يزيد وبالتالي والايرس الوراق والايرس الوراق يعني الصعبين دول بيوسعوا يعني حاجة بتنظب روحها لو الضغط زاد بسبب زيادة الضغط الانجل توسع الكنال فيها ضغط عالي توسع الاسبيسيس توسع فالدرينش جزيز في الضغط يقل ويمكن المستمع تخايل العكس لو الضغط قل القناة تدية الانجل تدية الاسبيسيس تدية يبقى يحصل ريتنشل فيه و الضغط يقعلي تدية شيء رائع يعني المهم اهم حاجة في الامس كيون ريجوليشي عن طريق أوت فلو نوت فورميشي نيجي الفانكشن الانتراوكلاب بريشور الانتراوكلاب بريشور اليو ازفتين واحد هو اللي بيمانتين الاسفرويدال شيبوب وظيفة جمالية هو اللي بيخلي العينشاكلان مدور وحل كنت بتذكر في اللين بي اللي هو اول فيلم شتار فيه محمد سعد لما راح نم معا كان اسمه عاطف باين عاطف رحمه الله علاء ولي الدين في الفيلم الناظر لما قاعد يهدده بقوله اصفي لك عينك اغزك اصفي لك عينك يبقى الراجل ده لمبي كان فاهم ان الاسفرويدال شيبوب دا اي اللي عمله هو الاكاس هومر ان الاكاس هومر هو اللي بيمتين الاسفرويدال شيبوب دا اي لو صفت لك عينك هيبقى شكله وحش قوي دي وظيفة جمالية نيجي بقى وظيفة حقيقية وظيفية جميلة انه بيعمل تو فورسز على اللينز يضعفوا اللينز فيخلوها لما الضغط بيزيد تناسب الرؤية البعيدة واحد بيأجزيرت بريشر فورس اهي الضغط بما يزيد بيخلي اللينز مور فلات يعني اقل تحت دبل طب دا يناسب الفار فيجن ليه فكر لان الجسم القريب جاية التخال معايا جاية الاشعة منه تعال ورها لك بنفسي الجسم القريب جاية الاشعة منه متفرقة يبقى عاوزين عدسة قوية عشان تجمع الجسم القريب بيطلع اشعة متفرقة عاوزين عدسة قوية عشان تجمع يبقى عدسة اكتر تحدوبا بالعكس في البعيد الاشعة بتيجي متوازية يبقى عاوزة تجميع خفيف لانها متوازية مش جاية متفرقة جاية متوازية يبقى عاوزين عدسة أضعف يبقى عاوزين عدسة more flat أولاد طريقة سهلة الفلات لينز تناسب الفار فيجن الفلات فار الفلات فار الأكثر تحدبا هي رؤية القريبة فدلوقتي أنت عندك لما الضغط يزيد تخيل بيزيد يبقى يخلي لينز more flat more flat نمر اتنين ده السيليري ده الرينج اللي هي السيليري وماسكة بالأهداف تخيل زي بطيقة كده وفيه فتل كده أو بلونة وفيه فتلتين لما تشد الفتلتين دول تصبح more flat يبقى فيه pressure force وفيه standing force يعني فيه two forces stretching force أنه لما الضغط يزيد السيليري رينج توسع فالخطوط تشد الخيوط أسف فاللنز يحصل لها stretch بدلا من همدورة كده لما الجوانب تستريتش تبقى more flat زائد pressure هنا بيخليها more flat فتناسب الرؤية البعيدة عشان كده لما ضغط العين يزيد تقدر تشوف البعيد بس لا تدقاش تقرأ نصلش accommodation to near vision انت عشان تو accommodate لازم اللنز تبقى مكور عشان تجمع الأشعار المطفرق تبقى قوي يبقى فيه two forces هذه اللنز تدوس عليها كده تخليها flat يبقى دي اسمها pressure force وتتخيل كورة وفيه فتلتين وهشدهم كده بقى الكورة تبقى more flat يبقى ده stretching force يبقى فيه pressure force و stretching force طيب نكمل ده الانتراكولة pressure تمالي بيجي معا سؤال الجلوكومة اللي هو الماء الزرق وهقولك في عجلة سموها ليه ماء زرق هو ليه كباية الماء فيها فتحة والبحر بيبان فيه الماء زرق الماء بالزرق احنا حتى بيسموه كوكب الأرض عارب بيسموه ايه blue planet عشان فيه ماء كتير الماء العميقة بتعكس لون السماء فتخليه عزق فلما ضغط العين بيزيد يبقى المسافة بين القرانية والليونز بتزيد صح ما وضغط زاد فلو بصيت للشخص ده من الجنب كده جوه عينه يجي لك إحساس ان فيه blue tenge يعني فيه شوية زرقان هو زرقان ده عكس لون الايه السماء عشان كده سموها الماء الزرق كانت هذه فقرة المعلومات العامة المهم قلتلك ان الجلوكوما دي leading cause of blindness by definition الاوكليار بريشر اكتر من واحد وعشرين مليميتر مرك احنا قلنا هو من عشر لعشرين فوق عشرين يبقى انت عندك بلوكوما بتتذكر رقم عشرين ده كويس قوي قوي طب الكوز احنا قلنا هي كان بيتنظم بالفورميشن ولا بالدرينج ربنا بنظمهم بني ازاي اي تينك بالاوتسلو اهي بالدرينج يبقى مية المية ليه الضغط زاد حاصل obstruction في الاوتسلو غالبا بيبقى في الترابيكولار سبيسيز شوية الاتهاب في خلايا وفيبروزيس افالها اهي طب ايه اللي effects قلت ده leading cause of blindness لانه زيادة ضغط العين هيضغط على اللنز واللنز وراها تضغط على الفيتراسيومر السائل الزجاجي وراها تروح ضغط على ريتنا تقلل blood supply بتاع ريتنا فريتنا تضمر blindness سموه حتى صارق البصر لان الجلوكوما ممكن تحصل acute glucoma فجأة ضغط زاد دي هتحس بها تجيب لك صداع ودي حلوة تبقى تلنبهتك لكن ساعات بتحصل chronic glucoma يعني شوية شوية فتبص تلاقي انك انت فجأة اللي بيتأثر في الريتنا تخيل ان الريتنا ربنا عمل حاجة رائعة حب افهمها لك بس مش عليك من جمال الخلق والله ان الريتنا blood supply بتاعها طالع من نص كده ومشي الفيسل على البريفري يعني اول حتة تتغذى السنتر بتاع ريك وبعدين البريفري فلو فيه ضغط على الفيسل الفيسل فيه عليه ضغط مين اول واحد يتأثر ابعد واحد لما تضغط هنا قطر واحد يتأثر بعيد خالص اللي في اخر المصورة هو اللي يتأثر فعشان كده الريتنا لما بيتبوز بيتبوز من البريفري للسنتر وده قصد اله يدل ان وراء الخلق خالق معلناش الكلام يبقى بوصلة يحصل concentric diminution of vision يعني اول بصر يروح اللي هو في الموس بريفري ثم اللي بعديه ثم اللي بعديه واخر واحد يروح اللي في السنتر لان ربنا متطلع البسلم السنتر فاكتر حتة عن فرصتها حلوة اللي في السنتر ابعد واحدة هي اللي بتبقى فرصتها اقال وطبعا ان احنا احسن حاجة الفوفيا سنتر فلو ان الجلوكومة جراديول يعني الزيادة في الضغط حصلت رويدا رويدا اول حتة تضيع البريفري فممكن ملاحظ خالص عشان كده يسموا جلوكومة سارق البصر ابقى انا قاعد معاك ابقى اقولك فين فلان تقولي فين فلان ما هو قاعد عالجنب هو اه تصورانا الوحيد اللي مش شايفه كل الناس اللي قاعدة شايفه عالجنب لان انا فقطت البريفري لبارتو غيجان عشان كده ساموها سارق البصر يبقى دي حتة اعتبرها معلومات عام بهم لا يعرفوها ولا يسألك فيها ان البلاد فيسل بتاعتريتنا طالعا من السنتر وتغزي من السنتر الاول ثم البريفري يبقى ما تضغط عليها اول حتة تتأثر البريفري واخر حتة السنتر وده يدل على انه وراء الخلق خالق يسموها concentric diminution of vision يعني نقص الفيجن بيحدث بطريقة دائرية بادئ من برا الجوه في العظم عشان اخر حتة تتأثر المهم ده leading cause of blindness يا أولاد فلو حصل أكيوت حيل والواحد يجي له اصدع هدك يتنبه لكن لو حصل جرادية اللي البصر نصفه راح وهو اللي هو خباه وعلى فكرة في نوع من الجلوكومة بس يميش عليكم اسمه open angle glucoma احنا قلنا ان سبب الجلوكومة اساسا القفل لا سعب بيحصل open angle glucoma طيب ثالث حاجة سبير بين قلنا هدك يبقى قلنا blindness اسف وبعين هدك قلنا هنما اتنين وقلتلكم من شوية ان لما الضغط يزيد اللينز فكر معايا هتبقى flat ولا هتبقى spherical لما الضغط عليها الكورة تبقى flat تبقى تناسب ايه انا سامعك الفار vision فلات تناسب الفار طب تيجي تقرح مش عارف تكوارها يبقى failure يعني من تشعر فور مير فيجن مش قادر تأكوموديك لاني ما تعافش تقرأ يبقى دي تتلك وتحفظها صم blinds دي اهم واحدة حتى تقلتلك بالزبط ازاي concentric diminution of vision ثم failure pain headache لو كانت acute glukoma لان في الكورونيك ما بيحصلش كده الشيبقى طيب نيجي لل treatment بقى احنا ربنا بينظامها عن طريق الدرينيج بس احنا لأ احنا هنقلل formation نستخدم كل الوسائل ونزود الدرينيج عشان نصلح الخط نقلل formation فاكر كنت قلتلك في formation في انظام مهم لعمل اكاسيومر او اتنين سوديوم بوتاسيوم اي تي بيز ومين التاني قولي كده كربونيك انهادريز ايه رأيك نأثر على ايهما وليه لناس فهمة نأثر على الكربونيك انهادريز بعقار ندي كربونيك انهادريز انهيبتور اسمه ده موكس لعله عنده glukoma بقى فيه في جيبه قطرة كده يقطر كل شوية توسأله بتقطر ايه قطرة بتاعت جيبه قطرة تبقى انت عارف ده كربونيك انهيدريز انهيبتور ده موكس كل شوية كده كل نص ساعة ولا حاجة ولا ساعتين حسب بقى الخطورة الحالة يحط قطرة عشان يقل تبقى تبقى طب تاني قطرة بتزاود الدرينيج زاني زاود الدرينيج ان العائل اللي عنده glukoma يحرص انه يبقى عنده بيوبيلو كونستريكشن حدا تبقى ضياع لانه لو الحدقة تتسعت معناها ايه عارف زي انا بتشبه الايريس ده زي ضلفطي سطارة انت عشان لما تقفل سطارة بتبقى سطارة مجدودة من الغلفطين ومقفولة لكن لو حاولت تفتح سطارة ايه اللي بيحصل بتزوء الضلفة دي مين والضلفة دي شمال الضلفة دي بتكالكع في الاخر تبقى تسد الانجل عشان كده احنا مش عاوزين عاني الجلوكومية يبقى عنده بيوبيل وغالتيش لان لو الايريس فتح هيكالكى عند الانجل يقفلها عاوزين تملي السطارة ضلفطين هيبوا مقفولين فالانجل في النهاية تفضل مفتوح فبنحط له بيوبيل يبقى حاجة شغل بارا هاللي بتعمل بيوبيل أو ميوزيس هتعلمتوكوا كلمة ميوزيس مايو يعني صغير مش فيه مايكروب مايكروب عكسها مدريازيس عشان ما تنغبطهمش فيه دكاترا كتير بيلغبطوهم مايو صغير هي البيبيل كونستيكشن مدريازيس لما يكبر يبقى يحط أطرة باراسيمباثوميميتك تعمل بيوبيل كونستيكشن هميوزيس يقفل السطارة فما الايريس تبقى دياء البيوبيل بس مش بتجمعها هناك عند الانجل لكن لو فتحت الايريس زيك انك فتحت ضلفتين ترى تكلكعوا الضلفتين عند الجانبين عند التو أنجل زي أفلوك يبقى عياني جولوكومة مع أطرتين يا شباب أطرت داموكس كربونيك انهيدريز انهيبيتور تمنع الفورميشن وأطرت بايلوكاربين باراسيمباثوميميتك تعمل بيوبيل كونستيكشن تزود الدرينيج وطبعا ممكن نعمل سيرجيكال تريبين نفتح الانجل سيرجيكي أو فيه حاجة تالي بس مش علينا عارف الدريل شانيور عندنا شانيور كده السلاح بتاعه يعني لا يرى نفتح في الكورنيا في البريفري بتاع الكورنيا خروم صغيرة كده تضفق منها السوائل زيادة في الأكاس يمر وتختالب بالتيرز وتنطص بس معناش كامل هو عندك بس فيه يعني عديد من العمليات أنا بشرح شرامة دلوقتي بس بوسع مدار كده يبقى ده الجروكومة يبقى نقولها تاني في عجالة امتى عندها الجروكومة لو الضغط فوق 20 مليميتر ميركلي 21 ربنا بينظامها عن طريق الـ يبقى أهم سبب لها الـ طب النقطة التالتة ايه الـ أهم حاجة blindness وما blindness وما blindness وانتو فاهمين انها concentric diminution of vision وبعدين قلنا لما العدسة تبقى فلات من كتر الضغط عليها بقت فلات تناسب الفار يبقى ما فيش accommodation near vision ومن كتر ضغط العم زايد زايد لو كان أكيوت يبقى عندي severe pain وهدك طب نعليجها ازاي نقل الـ بان احنا نبوز كربونيك الهدريس ندي كربونيك الهدريس نهيبط الهداموكس نزود الدرينيج باننا نقفل السطارة عشان مكال كعش في الجناب وتقفلها يبقى ندي pylocarpine or parasympathomymetic يعني pipel constriction بقولك حاجة اي واحد سنه كبير محتمل يبقى عنده بلوكوم هو مش عارف فلو راح للدكتور يعمل عاوز يتفرج على القاع العين نشوف ضعف النظر لابن ايه لازم الاول الدكتور النابي يقوله قبل ما وسع البيوبل نقيس ضغط العين لا يكون ضغط عينك عالي عندك glukoma وانت مش عارف لو عملنا pupill dilatation فتحنا السطارة تكالكع وتقفل الانجلز اكتر ما هي مقفولة تقلب لك glukoma من cronic glukoma لأكيوت glukoma ان تعمله pupill dilatation وحيث ان كل الناس في السن الكبير ممكن يبقى عندهم glukoma هم مش عارفين بدأ يسمينها صارق صارق البصر لازم قبل ما نفحص قاع العين ونعمل pupill dilatation لان pupill dilatation هيفتح الايرس يخليها تكالك عند الانجلز ده لازم نقيس ضغط العين معلومة مقايمة جدا براجل انها مش عليك لكن حاوزين نعلم دكاترة صح عن كبير ما نعملوش ابدا توسيع في الحدقة قبل ما نقيس ضغط العين توسيع الحدقة هيسد الانجل لو هي قريدي مسدودة هتسد بكتر ده بالعكس اللي عنده glukoma بنعمله pupill constriction بنقفل السطارة عشان مكلكعش عند الجوانب ثم surgical treatment بأشكركم يا شباب على انكم ادتوني وقتكو وهو دان بقول الوقت اكثر شيء قيم يمتلك الانسان وارجو ان احنا نكون نجحنا في استثماره الاستثمار الامثل وبأشكر كل واحد بيكتب لي تعليق جميل حقيقة وكان نفسي اقدر رض عليك واحد واحد بس طبعا هسيب اللي بقوله واقدر رض على كل واحد بيكتب انا بشكركم في مجموعكم ولكن اعتبروا ان انا بشكركم واحد واحد فالكلمات الجميلة اللي تتربوها دي اكثر حماسا شكرا على وقتكم وشكرا على كل حاجة وفي الاخر بطلب منكم حاجة بسيطة ان انا هشتغل سين اس بإذن الله واندوكراين لاني عارف ان في كل الجامعات تقريبا في الترمي الاول هو ده المطلوب لطلب الفرقة الثانية لكن انا ما عرفش في بعض الجامعات مطلوب منهم سبيشال سينس البعض الاخر مطلوب منهم كيدني البعض الاخر مطلوب منهم دي جاشة فاريت على صفحة الاسئلة اللي موجودة دلوقتي على الفيسبوك هسيبها لمدة ساعة وكل واحد يكتب لي الجامع اسم الجامع وكلمة واحدة بس هل بياخدوا هياخدوا في الترمي الاول سبيشال سينس ولا كيدني ولا دي جاشة عشان انا يعني هقدر اغطي يعني الحاجة اللي تفيد لأغلى بغطيها في الترمي التاني بإذن الله بس عشان نبتدي بالحاجة اللي هي بتتدرس اكثر فعندك لمدة ساعة الصفحة السابقة بتاعتي هسيبها ساعة اكتب لي الجامعة وانا عارف ان فيه سي ان اس عندو كراي ما تكتبهمش ما تضعش وقته اكتب لي يا سبيشال سينس حسب جامعتك يا كيدني يا دي جاشة ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق وفاقكم الله ألقاكم على خير بإذن الله